اشتركوا في القناة وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأهلا وسهلا بكم إخواني الكرام وأخوات الكريمات حياكم الله في هذا البرنامج برنامج شرح حديث صحيح الإمام مسلم و نقول لكم تقبل الله طاعتكم ونبارك عليكم الشهر ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفقنا وإياكم في هذا الشهر المبارك لطاعته وصيامه وقيامه ومغفرته والتفرق لهذه الطاعات والأعمال الصالحات من قراءة قرآن وبر للوالدين وصدقة وذكر ودعاء وقيام الليل وسائر هذه العبادات وبإذن الله عز وجل سوف نشرح كتاب الصيام فانتظرونا عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من جوف الليل فصلى في المسجد فصلى رجال بصلاته فأصبح الناس يتحدثون بذلك فاجتمع أكثر منهم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليلة الثانية فصلوا بصلاته فأصبح الناس يذكرون ذلك فكثر أهل المسجد في الليلة الثالثة فخرج فصلوا بصلاته فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطفق رجال منهم يقولون الصلاة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى خرج لصلاة الفجر فلما قضى صلاة الفجر أقبل على الناس ثم تشهد فقال أما بعد فإنه لم يخفى علي شأنكم الليلة ولكني خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل فتعجز عنها وفي رواية وذلك في رمضان أهلا وسهلا بكم أخواني الكرام وأخاوة الكريمات عدنا لكم مرة أخرى بعد هذا الفاصل وبعد أن استمعنا لهذا الحديث ولا يزال الحديث منصولا في شرح كتاب الجامع الصحيح للإمام مسلم النيسابوري عليه رحمة الله تعالى وكنا قد وصلنا في شرح كتاب الصوت وهذا الحديث حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها بوابه أنه بقوله باب ما جاء في صلاة رمضان عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من جوف الليل فصلى في المسجد فصلى رجال بصلاته فأصبح الناس يتحدثون بذلك اجتمع الناس أو فاجتمع أكثر منهم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليلة الثانية فصلوا بصلاته فأصبح الناس يذكرون ذلك فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة فخرج فصلوا بصلاته فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله فلما يخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطفق رجال منهم يقولون الصلاة فلم يخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى خرج لصلاة الفجر فلما قضى صلاة الفجر أقبل أي النبي صلى الله عليه وسلم على الناس فتشهد فقال أما بعد فإنه لم يخفى علي شأنكم الليلة ولكني خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها وفي رواية في رمضان أخواني الكرام أخوة الكريمات هذا الحديث أصل في مشروعية صلاة التراويح التراويح والقيام في شهر رمضان المبارك فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى القيام أو التراويح في الليلة الأولى والثانية والثالثة ثم بعد ذلك توقف والنبي صلى الله عليه وسلم كان بالمؤمنين رؤوف ورحيم وهذا الحديث يبين شيء من شفقت النبي صلى الله عليه وسلم وخشت الرسول صلى الله عليه وسلم أن تفرض صلاة القيام أو التراويح على هذه الأمة الإسلامية ثم بعد ذلك يعجز الناس أن يقيموا الليل كما أوضح النبي صلى الله عليه وسلم ففي هذا الحديث تخبر عائشة من المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات ليلة بعد متصف الليل فصلى في المسجد فصلى رجال بصلاته فصلوا معه يعني مأمومين فأصبح الناس فتحدثوا فيما بينهم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل التي كان يصليها في المسجد فاجتمع أكثر منهم منتظرين رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلوا أيضا معه وطبعا كثر الصحابة يعني ليلة بعد ليلة والنبي صلى الله عليه وسلم يرى هذا الأمر ويرى هؤلاء الصحابة يكثرون ويصلون يأتمون به صلى الله عليه وسلم ويعلم هذا فلما كانت الليلة الرابعة امتلأ المسجد عن آخره حتى ما قبل المصلين هنا لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله عنهم فلم يصلي معهم في هذه الليلة بل انتظر حتى خرج صلاة الصبح صلاة الفجر فأقبل عليهم وتشهد ثم قال لهم يوضح لهم ويعلم هؤلاء الصحابة هذا الموقف الذي حدث وسبب عدم خروجه لهم قال أما بعد فإنه لم يخف علي مكانكم لكني خشيت أن تفرض عليكم يعني خشيت أن تفرض عليكم هذه الصلاة قيام الليل فتعجزوا عنها أي إني كنت على علم وأعلم بوجودكم في المسجد للصلاة معي في جوف الليل ولكنني أخاف أن يفرضها الله عز وجل عليكم فتكون ثقيلة فتعجزون عن يعني أداء هذه الصلاة ثم تتركونها فيكون في ذلك مشقة وضرر عليكم مع الإثم والمعصية إذن في هذا الحديث مشروعية صلاة التراويح في شهر رمضان ولا شك أن هذه الصلاة هي من أعظم العبادات وأنفعها على القلب وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة الصلاة في جوف الليل وأن نبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرا إلا أعطاه وهي كل ليلة ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيضا من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وبعد ذلك يعني تركت صلاة التراويح أو القيام في أهد أبو بكر ثب في أهد عمر جمع الناس و صلى بهم فمن هنا أحيا عبد الله أهد من هنا أحيا فمن هنا أحيا عمر بالخطاب الصحابي الجليل الثاني الخليفة الثاني هذه الصلاة الصلاة القيام وجمع الناس فأخذوا يصلونها لذلك فلنحرص أخواني الكرام أخوات الكريمات على صلاة التراويح و في نهاية شهر رمضان في عشر أو آخر تسمى صلاة التهجد صلاة القيام تصليها في آخر الليل هو الأفضل و صلاة التراويح كانوا يصلونها المسلمون ركعتين ركعتين فيرتحون فمن هنا جاءت التسبية صلاة التراويح وإذا جمع التراويح مع القيام وأخر الوتر في آخر الليل كم قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم في الليل الوترة فهذا هو الأفضل وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا